السيسي قاهر الإخوان شاهدوا تفاصيل ما قاله الإعلام الفرنسي عن الرئيس السيسي وعاجل بعد زيادة الإصابات قرار الأخير لوزير التعليم عن تأجيل الدراسة وعاجل وخطير جدا إثيوبيا تعلق على الحل العسكري لسد النهضة وعاجل الحكومة تعلن عن حملات تفتيش مكثفة لكل المواطنين في البداية نرحب بحضراتكم في فيديو جديد وأخبار جديدة في قناتكم مصر ميديا آي إي بي عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أذكر الله جماعة الخير فجروا زرار اللايك والاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عاوزين نوصل ألف لايك على هذا الفيديو وانت على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة واللي بيحب مصر الوطني هينزل اكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوز شوف الوطني مفجرين التعليقات تحت بكلمة تحيا مصر ويلا نبدأ مع بعض في التفاصيل العاجلة جدا وأول خبر معانا السيسي قاهر الإخوان شاهدوا تفاصيل ما قاله الإعلام الفرنسي عن الرئيس السيسي صلت الإعلام الفرنسي الضوء على القمة الفرنسية المصرية التي عقدت في قصر الإليزي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون حيث أبرزت إذاعة فرنسا الدولية إعلان ماكرون أن الدعم الفرنسي لمصر لن يكون مشروطا من أجل المساعدة في محاربة الإرهاب وقالت الإذاعة الفرنسية الدولية إن تصريحات ماكرون تظهر أن باريس وقاهرة يدا بيدا في مواجهة الأزمة في ليبيا مؤكدة أن القمة المصرية الفرنسية تؤكد أن الرئيس السيسي وماكرون في جبهة موحدة ضد سياسة تركية الإقليمية وأضفت الباحثة الفرنسية كلير بونفير علينا أن نتذكر الأهمية الجيوسياسية لمصر على الحدود بين قارتي أوروبا وإفريقيا فمن المهم أن يكون لديك شريك يمكننا التحدث معه وهو شريك مهم في المنطقة وفي إفريقيا وهذه الزيارات المتبادلة هامة لتجديد الاتصالات وغرضت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان قائل الرئيس السيسي الذي واجه تمدد الإخوان المسلمين في بلاده يجب أن يكون حليفا سياسيا لفرنسا خاصة في الملف الليبي في مواجهة الاستفزازات التركية في محاربة الإرهاب فيما رأت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن مصر قطب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا الإليزي يرى أن الأولوية بالنسبة لفرنسا هو تقوية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان باعتبارها ركيز الاستقرار في منطقة مضطربة وذكرت الصحيفة الفرنسية أن السيسي دافع عن القيم الدينية باعتبارها مقدسة والأعلى مقارنة بالقيم الإنسانية الوضعية وطلب باحترام عقيدة الآخرين وعدم جرحهم وذلك في مواجهة إصرار مكرون أن القيم الإنسانية هي الأهم المصدر معانا كان من الوطن منتظر رأي حضرككم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبرتان معانا في منطقة الأهمية واه عاجل وخطير جدا إثيوبيا تعلق على الحل العسكري لسد النهضة تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر الهام أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة ماركو ستيكيلي أن الخلاف القائم حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يمكن حله عسكريا وقال تيكيلي في مقابلة مع وكالة سبوتنيا كالروسية لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الخلاف هذه الموارد موجودة منذ آلاف السنين وستستمر لآلاف السنين لا يمكننا حل هذه المشكلة بالقوة فقط بالتعاون وحول الأسباب التي تعيق البلدان الثلاثة عن التوصل لاتفاق حتى الآن قال تيكيلي نحن لا نفهم ذلك هذه المفاوضات تركز فقط على السد لكن بعض البلدان تريد أن تضع نصوصا حول مواضيع مختلفة موضحا نحن هنا في المفاوضات لا نركز على تقاسم المياه هذه المفاوضات فقط حول السد وتجهيله بطريقة ملائمة لا تسبب أضرارا كبيرا لدول المصب هذا ما نركز عليه في المفاوضات من جانبنا وأضاف السفير الإثيوبي أن القضية الآن تتركز فيما إذا كان هذا السد سيسبب أضرارا لمصر والسودان هذه اتفاقية متقصصة جدا مؤكدا ما أكدنا عليه مرارا أن هذا السد لن يسبب أضرارا بالعكس يمكن لمصر والسودان الاستفادة منه وحول شكل الاستفادة المتاقعة لمصر والسودان من السد قال تيكيلي يمكنهم الاستفادة من تنظيم تدفق المياه وأيضا يمكننا عقد اتفاقات لتصدير بعض الكهرباء المولدة من السد إلى مصر والسودان إذا وافقوا وكانوا يرغبون في ذلك وأكد وزير الخارجية السوداني أن السودان هو أكثر الدول الأطراف في مفاوضة سد النهضة تضررا من قيام السد إذا لم يتم التواصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة طبعا يعني للأسف فعلا السودان هي الدولة الذي سيكون الضرر عليها بالغ جدا إذا ما تم الاتفاق على حل لأزمة سد النهضة لأن لو تم ضرب سد النهضة في وقت يعني فيه فيضان للأسف السودان هتغرق ولو اتبنى السد المياه هتتمنع عن السودان وده كارثة كبيرة جدا أكيد على السودان ومصر تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وعاجل بعد زيادة الإصابات القرار الأخير لوزير التربية والتعليم عن تأجيل الدراسة بعد زيادة الإصابات القرار الأخير حيث أدلت دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدة تصريحات هامة بشأن عدد من الملفات التعليمية ومنظومة التعليم خلال الفترة الأخيرة والتي أثارت حالة من الجدل بين طلاب وأولياء الأمور أول حاجة دفع المصروفات وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة إلى أولياء الأمور بشأن دفع المصروفات قائلا ما فيش فصال في دفع مصروفات المدارس الخاصة وتصريح آخر ومصر الأفضل في التعليم أكد وزير التربية والتعليم أن مصر من أفضل سلاسة الدول عالميا في التعامل مع كورونا تعليميا مؤكدا في كلامه على تقدم مصر تعليميا في ظل جائحة كورونا بسبب حسن التعامل مع كورونا تعليميا وهذه التطورات بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الكبرى تعالوا نشوف التصريح الأهم وهو تعليق الدراسة كشف وزير التعليم أنه لانية لتعليق الدراسة معلقا لن نغلق المدارس ومن يحب الغلق يظل في منزله وعلق الوزير بأن شائعة غلق المدارس انتشر بسبب خطاب الإجازات الاستثنائية المرسل للمديريات قائلا من يحب الغلق يجب عليه أن يظل في منزله ولن نغلق المدارس ولكن الخطاب المرسل كان لتنظيم العمل داخل ديوان الوزارة فقط المصدر معانا كان من صحيفة مصر الآن منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف آخر خبر في منتهى الأهمية معانا وعاجل الحكومة تعلن عن حملات تفتيش مكثفة لكل المواطنين صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الأيام قليلة مقبلة ستشهد حملات تفتيش مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الفقد بها وهو عبارة عن استهلاك الطاقة المولدة بالشبكة بدون أن يتم تسجيلها وتحصيل قيمتها وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ستطبق الغرامات والعقوبات الجديدة لسرقة الطيار الكهربائي والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل لـ 200 ألف جنيه وذكر المصدر أن غرامة سرقة الطيار الكهربائي تم تجديد العقوبات بها حيث يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سلسة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستولى بغير حق على الطيار الكهربائي وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المصدر معنا كان من صحيفة مصر الآن خلي بالكم قرار صارم منتظر رأيكم بخصوص هذا القبر جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا آئيبين إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته